دايماً بنتكلم عن إنعكاس عدم تطبيق القرارات التحكمية جمهور نادي الزمالك تعامل مع لقطة محمود علاء اللي كان فيها القفز على مدافع أسوان وتسجيل الهدف إنه هو هدف صحيح ده يا أحمد زي ما قيشه ذكرنا على ذكريات حسم كاسونجو لبطولة كأس سابقة بهدف غير شارعي كان بنفس الطريقة لا اللقطة هدف ملغي صحيح اللقطة بتاعة الكاس هي اللي كانت غير صحيحة يعني نتمنى الحكام تركز عشان جمهور الزمالك بيستمر على تنفيذ نفس القياس في ألعاب أقرى خاطئة بس هذه ظروف مختلفة لأن في 2018 الزمالك كان محتاج بطولة ده تصريح شهير جداً كان ربما يفسر هذا القرار ولكن طرد طارق حامد كان النهاردة لازم نذكركم إن ده تاني أيام طرد طارق حامد عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يعني ده حدث نادر لو تعلمون يعني طبعاً طرد طارق حامد اتكلمنا فيه كتير جداً أحمد اتكلم معاكم في الجانب النفسي لللاعب واستمرار مواصلة الخطأ بنفس الشكل واتكلمت معاكم على الجانب القانوني وعرضنا الحلقة اللي فاتت النص القانوني الخاص بعدم تطبيق العقوبة على طارق حامد اللي واضحة وصريحة وهي عنف أو الإزاء يكون تفسيره إيه وده اللي خلينا نشوف مشهد صادم جداً في رفض طارق حامد مغادرة الملعب لمدة تقترب من الست دقايق في سابقة أنا ما شفتهاش في حياتي في أي ملعب في العالم ده خلفيته الزهنية كل اللي كلمنا حكمنا فيه قبل كده وهو عدم تطبيق القانون وصل لللاعب فكرة إنه هو فوق فكرة تنفيذ القانون طارق حامد في اللحظات دي كان في صدمة هو مش مستوعب إن فيه حكم طرده عشان كده الشكر كل الشكر لجهات جريشة فيما سبق أو للحكم طارق سامي مش فكرة شكر لأنك نفست قرار يخدم أو يضر مصالح فرق معينة ولكن لأنك نفست القانون وعلى فكرة طبقوا القانون على أي لعب في الكرة المصرية وحتلقونا بين سندكم هنا في البنامج وبيننا وبينكم رهان لو كان لنا أي رأي مختلف نحن بس عايزين بس لأمانة العرض إن كان فيه ركلة جزاء لأشرب بن شرقي أمام مورات الزمالك وأسوان والحكم لم يحتسب عشان نكون واضحين إن احنا هنا بنعرض ما لنا ومعلينا لكن اللقطة ما كانتش جاهزة معنا بالفعل فيه ركلة جزاء برأي الخبير التحكيمي ولكن المباراة انتهت بفوز الزمالك وبرضو ده خطأ تحكيمي غير مؤثر في نتيجة وأحداث المباراة نرجع لموضوع طارق حامد وعايز أرجع لتاريخ 13 أكتوبر من هنا من نفس المكان بعد طارق حامد لسلوك غير رياضي بعد مباراة الزمالك والمقصة قلنا في انتظار لجنة الاندباط وفي انتظار أقوبات على طارق حامد لأن السلوك غير رياضي كان على اللايحة القديمة من مباراتين لأربع مباريات وقلنا احنا مش عارفين اللايحة الجديدة وطالبنا لجنة الاندباط واللجنة الخماسية المحترفة إنها تاب ترسل للأندية لأ العقوبات على اللايحة الجديدة ما كانش الأمر ده وصل لسه إلى الأندية فلاقينا إن العقوبة بتاعة طارق حامد طاردة عادي جدا يقاف عادي جدا مباراة واحدة فاصول على الانظارين برغم بقى إن اللائحة اللي وصلت إلى الأندية من اللجنة الخماسية اللي بتدير اتحاد القرى حاليا اللي بأكد أنها لجنة محترفة على حد تعبيرهم المادة 14 من العقوبات بتقول سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعدين أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة مدة الإقاف أربع مباريات والغرامة خمسين ألف جنيه المادة 14 المادة 15 بتقول الدفع باليد الحكم أو أحد مساعدين أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة تمن مباريات وغرامة مئة ألف جنيه لكن أنا عندي هنا مادة مهمة جدا رقم 44 في جميع حالات عدم الامتثال للقرارات الحكام من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية أدت إلى تعطيل المباراة يعاقب المخطئ بغرامة مالية بالإضافة للعقوبة المفروضة عليها على الخطأ مباراة وخمسين ألف جنيه يعني إيه الكلام ده يعني دلوقتي طارق حامد عمل فاول خد عليه إنذار ده فاول في الملعب بعد كده الإنذار الثاني كان طالع لسلوك غير رياضي مع الحكم أعتقد اللعبة اعترض الحكم بشكل غير لائق ومجرد طرده بدون اللعبة يبقى سلوك غير رياضي ده الكلام ده لو ايه لو طارق حامد خد الطرد وعمل كده وأمطلع بره على طول لكن طارق حامد فضل واقف وسط الملعب واللعبة الحكم عايز يلعب القرى هو واقف وسط الملعب ومش عاجبه خالص قرار الحكم أو زي ما فارس قال مش مصدق قرار الحكم معقول أنا أبدأ السنة الجديدة بطرد ده أمرها ما حصلت لي لكن اعترض طارق حامد وبعد ما طلع كمان خارج الخط المفروض أنه يطلع خارج لوحة الأعلانية فضل يدعي أو يقول أن أنا مش هقدر أنط الحكم المساعد شاور له قال له تقدر تمشي بجوار الإعلانات وتخرج رفض يخرج حتى ذهب إليه محمود على ست دقائق وقت ضايع عشان الكابتن طارق حامد في سنة 2020 يخرج بره الملعب لأنه اعترض والحكم بصراحة طارق سامي يعد من الحكام بصراحة غير المنطقي اللي هو عمل الغير طبيعي طارق حامد اترد يمكن بعدها بيوم قال لك في حرب عالمية تلتة فبالتالي عندنا مادة العقوبات 14 إيقاف أربع مباريات وتعطيل اللعب بيزيد كمان مباراة وخمسين ألف هنا وخمسين ألف هنا مئة ألف جنيه نحن في انتظار اتحاد القرى والعقوبات الموقعة على طارق حامد وطبقا للوائح إيقاف خمس مباريات وغرامة مئة ألف جنيه هل لجنة الاندباط واللجنة الخمسية هتحقق العدالة؟ مع احترامي طبعا للصورة اللي بنزلينه النهاردة على موقع اتحاد القرى الرسمي على تويتر إن هم بيدعموه تماما إن هو يحصل على لقب أفضل لعب داخل القرى إحنا كمان بندعمه الموضوع وما تنوش هيلاقه خالص بلاقبه داخل القرى نتمنى كابتن طارق حامد يكون أفضل لعب 2019 داخل القرى ولكن يطبق القانون على الجميع اللعب الجيد واللعب الغير جيد طالما هو لعب محترف وينتمي لنادي دي كانت آخر فقرة أونس بوت هنطلع فاصل صغير ونرجع على ريمونتاد